لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله على الاقل يعني انها تكون لغة وطنية ضحنها بنت واحد اخر لا يمكن استعمالها وتعميمها ولا اي شيء من هذا القبيل حتى تتوفر فيها الشروع غدوة ان يقولها لما تتحرك المنطقة هذه او الناس المطالبين بهذا الامر لضرورة تعميم تعميم هذه الامر وما جعل المدرسة ليست حكر على اللغة العربية وهم يطالبوا بها يولي عندهم حق بعد عندهم حق يروحوا للمحافل الدولية والمنظمات العالمية يطالبوا بحقوق فئة مضطهدة الدستور والراه يتكلم عليها ويعترف بحقها بانها تستعمل لغتها وهي لغتها ما تستعملها من طرف الرئيس ولا من وزارة ولا في الادارات يولي عندهم الحق خليه يمشي وانت مش كم دستر له وأفضل بكثير من أنه اندستر له الأمر وعطيه هذه الحقوق وبعد يستعملها كسكين في رقب إخواني الكرام حوصلة للأمر أيها الجزائريون أيها الجزائريون هناك أنا في تقديري أن هذه المادة 4 أو المادة 16 تكفي لوحدهما تكفيان لوحدهما برفض هذا الدستور لأنه أولا رفض عندما تقول لا فأنت أكدت على الديمقراطية هذا هو الموقف الديمقراطي هذا دليل على الديمقراطية أنها موجودة في هذا البلد وهذا دليل على أن الجمهورية الجديدة التي يرافع لها التبون وعد بها الجزائريين هي موجودة أنك تقول لا ليس جريمة وليس ولا يجب أن يغضب الرئيس من جزائريين أو من الذين يطالبون بقوله بل أنه يفرح بأنه ناس أيدت هذا المصار وتعترف به كرئيس الجمهورية وتقول لا لهذا الدستور بل يفرح بل أنه إذا كان حتى هذا الدستور قال عليه الشعب الجزائري لا ورضخ إلى هذا الطلب أبو جرى أجرى استفتاء نزيه وشفاف وقال للشعب الجزائري لا في هذه الحالة من المفروض يفرح ويفتخر ويعتز ويقول بأن الشعب الجزائري الآن صار ماضج والشعب الجزائري يؤمن بالديمقراطية والشعب الجزائري وأن الرئيس في خدمة الجزائريين وليس العكس أمر آخر أن الذين أيدوا المسار 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 الانتخابي الذي أفضى إلى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون ليس شيطة كما يصورها البعض ولا هو بصبع لزرق ولا بصبع لخضر ولا بصبع لحمر القضية تتعلق بقناعات أو أن الجزائريين الذين اقتنعوا بهذا الخيار هو دليل قاطع على أنهم همهم هي الجزائر ومصالح الجزائر وليس حسابات أخرى وأن الآن عندما يرفضون هذه المادة أو يرفضون هذا الدستور أيضا عن قناعات وهذا يرسي حقيقة دعائم مرحلة جديدة مرحلة واعية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أمر آخر أنه تعدد هويات داخل الدولة أمر غير مذر حقيقة بل أنه يكون هناك ثقافة للتعايش عادية لأن العامل الذي يجمع أبناء الوطن بمختلف هوياتهم وباختلف لهجاتهم ولأنسنتهم هي قضية المواطنة وقضية الوطن الانتماء والجزائرية قضية جزائرية الجزائريين وليست أي انتماءات أخرى عرقية ولا مذهبية ولا طائفية ولا عشائرية ولا قبلية ولا غير ذلك أيضا أنه عندما تحمي هوية الدولة فإنك أيضا تطالب أنها إبعادها عن هذه المزادات لكن أنك تقول لي أنه أنه الدولة الجزائرية لغتها الرسمية لغتها الرسمية هي اللغة العربية يا جماعة أي ليست أنك تستغني عن عرق معين ولا أي شيء معين هذا كلام فارغ الدولة تتكلم وتدرج عناصر هوية معينة لما يكون أغلبيتها الدولة تتبع الأغلبية الصاحقة من المجتمع أغلبية الجزائريين ينطقون باللغة العربية إذن لغة الدولة هي اللغة العربية لغض النظر عن قضية العراق لا أخذ في هذا الأمر ولكن إن عموم الجزائريين والأغلبية الصاحقة تتكلم بلغة العربية فيها مناطق معينة تتكلم بلهجات إذن كل من عنده لهجة اندرها له لغة رسمية غدوة طلعت ودرت لي التمازيل ثورقيتها وخرجت لي إما أنك تخرج لي خليط من هذه اللهجات وهذه بالشوية والقبيلية وكذا والمزابية تخرج لي واحدة جديدة إذن هذه هي ماشي اللغة التي تحدث عليها أو أنك تميل إلى منطقة معينة غدوة ينوضلك منطقة الأخرى يقول كيفاش المنطقة الأخرى عندها انتيازات في الحكم وعندها كذا وكذا 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 حتى أنا أتقعد دائما في هذا العمر هنا يجب الضربي صارمة لا مجالة لمثل هذه الأمور حتى تغلق هذه المادة هذه المادة اللغمة التي زرعتها العصابة حتى تغلقها نهائية نزلها إلى الاستفتاء الشعب شعب الجزائري إن رفض هذه مسودة الدستور بعد ذلك يجب أن تكتب مسودة أخرى وهذه المادة بالضبط تكون وحدها وتستفتاء أو تكون آلية أخرى ناضجة وآلية واعدة سنتحدث عنها في حين أمر آخر أنه هذه المادة لو كانت نواياها حقيقة أو الجهات التي تعمل وتضغط من أجل إدراجها هدفها ثقافي والله ربما نغض الطرف عنه ونغلق علينا هذا الباب ولكن هناك أهداف أخرى سياسية القضية تتعلق بأقليات تريد أن تفرض أمورها على عموم الجزائري والقضية هذه الحل فيها ليست صراعات ولا حروب ولا عنصرية هذا ضد ذاك هل كلها أمراض تضر أكثر مما تنفع ولا تنفع أصلا إذا توصلنا في الجزائريين إلى المواجهة العرقية والمواجهة الطائفية وغير ذلك لا المشكلة هذه تعالج عن طريق أسلوب ديمقراطي الاستفتاء عندما تقول يا أخي أنت حاب هذا الشيء يتحقق نزلنا الاستفتاء رفض الجزائريين أبقى ناضل حاول تقنع الجزائريين مرة أخرى ممكن الجزائريين يقولون نعم إذا طرحتك كيف تناظب أولا تقدم بضاعتك هذه أولا تثبت بأن هذه أمورها رهي لغة حقيقة تثبت في ممارساتك على أنها لغة ليست مشكلة هذا أمور مشروعة ولكن أنك تحولها الأمور إلى أنك تحاول تفرض ما لديك فهذا أعتقد خطأ كبير إذن بالمختصر المفيد إخواني أيها الجزائريون أن هذه المادة تعتبر لغم زرعه بوتفليقة وإن بقي على هذا الحال سيهدد الجزائر ويشكل خطر على الجزائريين هذا الأمر يجب أن يحسن باستفتاء وحده في هذا الأمر لم تذهب السلطة اتجهت على الطريقة البوتفليقية في معالجة ما الدستور أيضا الشعب الجزائري سيثبت ويدافع عن هويته ليس بالعنف ولا لا أشياء بسلمية تامة عبر سندق الاقتراح وحذار من مقاطع لا تقاطعوا لا تقاطعوا بل اذهبوا إلى سندق الاقتراح وقولوا لا هذه نصيحة وليست أريد أن أجبر شيء أنا وضحت لك أنه هذه المادة لغم وخطر على وحدة الترابية الجزائرية الشعب الجزائري يحافظ على هويته من هو مقتنع بهذا الكلام لا يقاطع سندق الاقتراح لأنك إذا قاطعت سندق الاقتراح نكاية في هذه المادة فأنت تفتح إلى أقلية ستذهب وتقول نعم وتفرضها عليك لاحقا ما عندك مدير الآن عندك مدير أنك تقول لا خليك من حكايات الأخرى الآن وصلت الأمور إلى منعطف آخر إذن يجب أن يكون لديك بوقت هذا ما أردت أن أقوله وما قلته ليس عنصرية ضد هذا أو ذاك أنا كما تعلمون شاوي وأنحضر من منطقة أصيلة وإلي التبسة نتكلم الشوية ونعرف الشوية ونعتز بها كطراث ثقافي للمجتمع هذا بحتى ما يزايد علينا أحد ولا هو كره لأي منطقة في الجزائر كل المناطق الجزائرية سواسية في حقوقها واجباتها والدولة الجزائرية وما نقوله هو دفاع عن الدولة الجزائرية فمشكلتنا ليست صراع هوية مشكلتنا هي إصلاح منظومة سياسية وإذا ذهبنا إلى صراعات أخرى فإن ذلك ما يخدم العصابة التي ما زالت تراها على تحتيم الدولة الجزائرية وما تخدم المتربسين وما أكثرهم في هذا الزمن الذي صارت فيه المصالح والمصالح المضادة في حروب لا حدود له شكرا لكم أيها الأحبة ألقاكم بخير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله